اشتركوا في القناة 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 العامل لازم ياخد اجازة مدفوعة الاجر تمام وبالتالي بقينا عندنا يوم العاشر اشتركوا في القناة ويقبضهم عشرة اللي هو اليوم العاشر اللي بياخدوا اجازة علمنا العالم أن هناك أوقات محددة نحتفل فيها بالأعياد يعني بيبقى عندي عيد الحصاد عيد شام النسيم اللي هو يوم الاعتدال الربيعي أو اليوم اللي بيتساوى فيه عدد ساعات النهار مع عدد ساعات الليل وإحنا أجلنا على فكرة العيدة من التسامح المصري علمنا العالم التسامح لأنه كان في هذا التوقيت لما دخلت الديانة الجديدة في هذا التوقيت اللي اسمها المسيحية كان المسيحيين صايمين إذن هناك جزء من المصريين اللي دخلوا دين جديد حيبقوا صايمين مش هيكلوا حكتين من الأكلات المقدسة بتاعتنا اللي هي البيض والفسيخ فالمصريين قالوا طيب إحنا نستنى لما المصريين زميلنا يخلصوا صيامهم ويعيدوا كمان وبعدين نحتفل كلنا بشام النسيم العيد ده خد العالم كله زي مثلا الفرس لما جوا محتلونا خدوا وعملوا عيد النيروز وبيحتفلوا بنفس التوقيت 21 مارس يوم اللي اعتدالي نيروز بيحتفل به اللي هو عيد الربيع عندهم تمام فالعيد ده انتقل إلى العالم كله أعياد الربيع دي انتقل من عندنا هو بالنسبة لنا شيمو نس ده بنسميه عيد أعياد الزمان ده أول احتفال بعيد احتفل به أي شعب في الدنيا يعني ده السبب التاريخي أو الخلفية التاريخية أو الخلفية التراثية لوضع شم نسيم بعد أو تاني يوم عيد القيام الزبط كده لكن هو كان يوم لاعتدال الربيعي 21 مارس بيبقى عدد ساعات النهار قد عدد ساعات الليل كان المصريين بيحتفلوا بهذا العيد في هذا التوقيت علمنا العالم برضو ان هناك حاجة اسمها أجازة سنوية يعني هي أجازة سنوية انا بشتغل 12 شهر في السنة بتلتمية وستين يوم عندي خمس ايام اللي هو شهر النسيء الصغير ده النسيء اللي هو خمس ايام وفي السنة الكبيرسة بيبقى ست ايام ده بناخده أجازة احتفالات على طول مفيش شغل لأنه هنخش بعد كده على الحصاد اللي هو من 11 سبتمبر اللي هو واحد توت فبيبقى المصريين كلهم بيحتفلوا بدا زي الاعياد اللي موجودة دلوقتي مثلا العيد الكبير الاربع ايام زي لكن احنا اللي عملنا فكرة عيد قومي لنا كلنا نحتفل بيه كلنا نتيجة انه اللي ايام دي مش هيشتغلها حد اجازة سنوية للناس كلها تحتفل بيها وتجدد نشاطها بدءا للسنة الجديدة طيب يعني معنى كلام حضرتك انه النتيجة او التقويم في حد ذاته اللي وضعوا او اخترعوا المصر القادم طرق عليه تطورات كتير احنا خلينا نتكلم على التطورات اللي حصلت دي من وقت بداية النتيجة او بوقت بداية وضع النتيجة وحساب الايام وحساب الفصول وإلى آخر وعدد الشهور والكلام ده كله حتى وقتنا ده وبينهم نتكلم على الخمس ايام الفرق دول ازا يتوزعوا على السنة كلها وبقى في شهور 30 وشهور 31 لا هو الشهور 30 وال31 دي في التقويم الجريجوري او التقويم الميلادي بنسميه تمام كويس ولكن المصر القديم كان عنده الشهر 30 يوم ما فيه شهور مختلفة تمام والسنة 12 شهر مقسمة الى 3 فصول في الخمس ايام اللي هما الفرق دول اللي هما كانوا احتفالات لانه ما ينفعش يشتغل فيهم المصري اجازة سنوية دي اجازة سنوية اللي كل المصريين بيعملوا فيها احتفالات واعياد دول بقى راحوا فين دول ما راحوش لما حصل التقويم الجريجوري بدأ يبقى فيه تصنيف انه الشهر ده بـ 31 يتوزعوا حاولوا يوزعوهم وجم في مشكلة في فبراير وبالتالي بقى فبراير 3 سنين 28 يوم ويجي بالزبط كده 29 اليوم اللي هو في السنة الكبيسة لكن مصر القديم ما كانش عنده دي كان عنده شهر 30 يوم عشان يعرف في شغل العمال ويديهم الاجازة الاعتيادية المدفوعة الاجر ويبقى حياته منتظمة والخمس تيام الزيادة دول دول اعياد عند كل الناس لانه ما هماش بداية شهر وما هماش شهر حيكمل عشان اقدر قدي فيه للعامل اجره طيب نكلم على السنة الكبيسة دي السنة الكبيسة دي تاريخها ايه اتعاملت ليه ايه الفكرة بانها تبقى كل 3 سنين فيه سنة اسمها سنة الكبيسة وشهر فبراير اللي تحطو له اليوم الزيادة لانه كان فيه مشكلة زي ما حالك قلت فمنين بقى جات فكرة السنة الكبيسة دي السنة الكبيسة دي بدايتها المصري القديم لما لقى انه كل سنة النجم بعد كل فترة النجم ده بيفرق ما يجيش في معاده يجي بعدها بيوم بعد ما ظبط النتيجة كل سنة اه كل 3 سنين بدأ يترحل الاول هو ما خدش باله من القصة دي ولكن لما بدأت السنة اللي انا ماشي عليها وبطلت ابص في السماء ما انا خلاص عملت تقويم ما بقاش عندي خلاص مش هبص للسماء تاني غير ابص بقى على النجوم ابص على بتاع لكن خلاص انا عملت تقويمي لما فوج انه شهور الصيف بدأت تترحل شوية الى الشتاء وانه امشير اللي المفروض فيه زعبيب بقى ييجي حر ما بقاش زعبيب زي زمان انا بنقول زعبيب امشير وطوبة يخلي الشابة كركوبة بقى طوبة بقى ييجي في الاعتدال الربيعي يعني الجو حلو والجو جميل واحنا في طوبة اذا الشهور دي ترحلت طبعا الترحيل الشهور ده مرة على على ربعمائة خمسمائة سنة اه بالزبط قرر المصر القديم انه يرجع تاني يزبط النتيجة كل شوية التراكم المعرفي لدى الانسان بيتطور وبالتالي لما زبط رجع تاني يشوف انه سبدت ويراجعوا لغاية ما فوجه انه كل تلات سنين الرابعة نجم سبدت بيتأخر يوم بيتأخر يوم فبدأ يحسب انه في كل تلات سنين الرابع النجم يتأخر يوم اذا السنة ما هياش تلاتمائة خمسة وستين يوم بالزبط هما تلاتمائة خمسة وستين وربع اذا انا عندي براح في الخمس ايام اللي هما النسي او الشهر الصغير قوي ده اللي بيعتبروا اعياد كل تلات سنين احتفل بيه خمس ايام والسنة الرابعة احتفل بيه يوم سادس لما جيت تقنون الجريجوري وحبوا يعدلوا شوية علينا بدأوا يعملوا الشهور واحد وثلاتين يوم وشهور ثلاتين يوم عشان يتحاشوا الخمس ايام دول كويس وظهرت برضو المشكلة اللي هي بتاعت الربع يوم ودي تحاشوها في فبراير اللي هو كان ماشي تمانية وعشرين يوم في سنة الرابعة يبقى تسعة عشرين في سنة الرابعة يبقى تسعة عشرين والفصل الرابع ازاي؟ بما يمكن وقتها ثلاث حصول ده تقويم جديد لانه المناخ فيه تغير مستمر نتيجة الحضارة الحضارة بتستعمل نار كل ما كمية النار والدخان عالية كل ما تغيرت الجوية اتغيرت وبالتالي بدأ تقسيم الجو ما بقاش صافي يعني زمان كنا بنقول الشتاء في مصر ده فيه ممطر شتاء لقوا دلوقتي بقى فيه رتوبة عالية الصيف حار جاف صيفا حار بس مش جاف مش جاف نتيجة ايه؟ كمية التكييفات اللي انتشرت في مصر بتطلع ساني اكسيد كاربون كمية العربيات وعادم العربيات اذا ان التطور الحضاري بيأثر على المناخ فجم قسموا الفصول الى فصل الخريف اللي هو ما بين الصيف وبداية ميل الجو نحو البرودة خريف خريف وبالتالي اختصروا شهر من تمام من كل من كل فصل طيب انا عايز اختم كده مع حضرتك في دقيقة اعرف فكرة وضع النتيجة او فكرة اختراع المصر القديم للنتيجة سهمت في ايه؟ في انها تحل مشاكله في العصر اللي كان موجود فيه اولا زي ما قلت لحضرتك نظامت لوقته واصبح هناك موعيد محددة لرمي البزرة لانو الزراعة كانت شيء مهم جدا في مصر اصبح عندي موعيد للرمي البزرة موعيد معروفة للحصاد عندي موعيد معروفة للاحتفالات اللي انا بقى اقيمها للمصر كان بيحتفل دائما في الحياة حتى في ايام عملوا بعد الظهر ممكن يحتفل بعض الاعياد على فكرة فكرة الموالد فكرة مصرية قديمة ومارسها المصر القديم وبالتالي وظهور النتيجة او تثبيت التقويم اصبح عندي موعيد سبتة اقدر اتحرك فيها من مكان الى مكان عشان اوصل في المعاد المحدد للمولد اللي بنعمل وفكرة الموالد ما زالت الغد دلوقتي مولد ماري جيرجس مولد السيدة مولد الحسينة دكتور علاء بهنسي عضب البجلس الاستشاري للجماعية المصرية للحفاظ على التراث المصرية بشكرك شكرا جزيلا لوجدك معا انا اللي بشكري كيفان صباح الخير صباح الخير وشاهدين يكون معاكم النهاردة في حلقة صباح النور ليوم الثلاثة اربعة وشرين اكتوبر الفين وسبعتاشر بنشكر حضرتكو على حسن المتابعة ونشوفكو ان شاء الله غدا فريق عمل جديد وصباح جديد فريق عمل يوم الاربع لصباح النور شكرا لحضرتكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة